عبرت أكثر من خمسين منظمة من المجتمع المدني العاملة في مجال المجال الإنساني والحقوقي في اليمن عن استيائها الشديد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال العمل الإغاثي والإنساني لتأخرهم بفتح مقرات لهم في محافظة مارب وطالبت منظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية الالتزام بمبادئ الموضوعية والحيادية والعدالة في تدخلاتها الإغاثية وبناء تقاريرها بعيدا عن العوامل المؤثرة التي تحرم المتضررين من خدماتها الإنسانية والحرص على أن تشمل أعمال الإغاثة المتضررين في مأرب